على أعتاب محادثات جينيف أربعة في العشرين من هذا الشهر تلملم المعارضة السورية أطرافها لتجلس على طاولة التفاوض كطرف قوي بأجندة موحدة من كل أطيافها ومنصاتها اجتماعات مكثفة أجرتها الهيئة العلية السورية للتفاوض في الرياض على مدى يومين تمخضت عن اتفاق على تشكيل وفدها إلى جينيف عدد أسماء أو عدد الشخصيات السياسية الموجودة في الوفد التفاوض للهيئة العلية للمفاوضات هم تسع أشخاص زائد مقعدين أحدهما لمنصة القاهرة والآخر لمنصة موسكو أي يكون المجموع الكامل 21 شخص بيان للهيئة أوضح أن الوفد برئاسة نصر الحريري وأليس مفرج نائبة للرئيس على أن يكون محمد صبرا كبيرا للمفاوضين وحرصت الهيئة على وجود تمثيل قوي للفصائل المقاتلة في الوفد نصف أعضاء الوفد المفاوض هم الممثلين للفصائل الهيئة أبدت حرصها أيضا على ضرورة تمثيل كل منصات المعارضة في وفد جينيف ما يتعلق بالمقعد المخصص لموسكو وللقائرة هناك اسمين مقترحين ولكن يستطيع تستطيع هاتين المنصتين أن تستبدلهما أو تعودهما بأشخاص آخرين تراهما أكثر مناسبة على الأقل الطريق إلى جينيف يمر عبر أستانة حيث تم الإعلان عن جولة محادثات جديدة بين وفدي المعارضة والنظام يومي الأربعاء والخميس القادمين ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وإجراءات لفرض الاستقرار في بعض المناطق السورية عماد الدين همام العربية